في أحدث تطورات ملف الأزمة الخليجية قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ الصباح خالد الصباح ناقطر مستعدة لتفهم هواجس ومشاغل دول الخليج وإن بلاده ستواصل جهودها لرأب الصدع الخليجي لكن كلام الوزير الكويتي لم يوضح ما إذا كانت تلك بداية تقديم تنازلات من الدوحة من أجل حل الأزمة يأتي هذا في الوقت الذي دخلت فيه طهران على خط الأزمة عبر إرسالها لخمس طائرات تحمل حوالي 90 طن من المنتجات الغذائية إلى قطر فما هي التنازلات التي تستطيع قطر ودول الخليجية تقديمها وكيف سيؤثر دعم إيران للدوحة على هذه الأزمة بعد أسبوع تقريبا على تفجر الأزمة الخليجية وما تلاها من تصريحات ديبلوماسية وتبادل للاتهامات وجهود للتسوية تتجه الأنظار الآن إلى تداعيتها على الوضع الداخلي في قطر حصار جوي وبحري وبري فرض واقعا جديدا على هذه الدولة الخليجية وأصبح مخزونها الغذائي مهددا في ظل اعتمادها السابقا على وارداتها من السعودية وفي تطور لافت دخلت إيران على خط الأزمة رغم أنها من أسبابها لتعلن إرسال خمس طائرات شحن محملة بالمواد الغذائية إلى قطر مسؤول إيراني قال لوكالة الأنباء الفرنسية أن كل طائرة تحمل 90 طن من الأغذية القابلة للتلف كالخضر والفواجه على أن ترسل طائرة أخرى في وقت لاحق يعني من الصعب علينا أن نتجه بهذا الاتجاه أن هناك حلف سوف يكون بين إيران وقطر وتركيا هذا شيء صعب جدا لا أعتقد بأن التطورات في المنطقة تستدعي أو تمكن قيام مثل هذا الحلف اليوم عندما بدأ الهجوم السعودي والإماراتي والبحريني على قطر إيران تتخذ نفس السياسة تجاه قطر وتحاول استغلال هذا الوضع لتوطيد علاقتها وعمليا كسر الاتحاد الذي كانت تحاول السعودية صناعته ضد إيران الأزمة أيضا بدأت تلقي بظلالها على مصير الأسر المشتركة الخريجية التي تعيش في قطر أكثر من أحد عشر ألفا من مواطني البحرين والسعودية والإمارات لديهم روابط أسرية بشكل من الأشكال هناك منظمة العفو الدولية كانت قد حذرت من أن الدول المقاطعة للدوحة تتسبب في تفريق شمل عائلات وتدمير مصادر رسق أشخاص وتعليمهم حسب ما جاء في بيان لها لكن السعودية والإمارات والبحرين قررت فتح خطوط هاتفية ساخنة مراعاة للحالات الإنسانية للأسر المشتركة أما الدوحة فقد أعلنت أنها لن تطرد مواطنية الدول التي قطعت العلاقات معها وأن لهم حرية البقاء تطمينات من الجانبين لا تستطيع أن تبدد مخاوف مواطني تلك الدول حول مآلات الأزمة الخريجية وفأ زيان بي بي سي معنا من الدوحة الإعلامية القطرية عبدالعزيز آل إسحاق ومن دبي عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالخالق عبدالله ومن الكويت الدكتور فايزي نشوان أستاذ في القانون الدولي أهلا بكم جميعا أبدأ معك سيد عبدالعزيز آل إسحاق نقل اليوم عن القيادة القطرية أنها مستعدة لتفهم هواجس دول الخليج هل هذا الموقف هو البداية لعمليات التفاوض منطلق لعمليات التفاوض أم أنه هو سقف عمليات التفاوض بمعنى أن أقصى ما يمكن أن تصل إليه مفاوضات مع دول الخليج هو أن تتفهم قطر هواجسها لا أن تنصاع لإرادتها كما تطالب دول الخليج طبعا مرحبا بك وبظروفك الكرام بالتأكيد ما خرج عن الدوحة اليوم هو ما خرج منذ اليوم الأول الدوحة أكدت مرارا وتكرارا بأنها تمد يادها لدول الخليج إلى مجلس التعاون الخليجي تريد أن يكون الحل داخليا في البيت الخليجي وبالتأكيد تفهمها هو من اليوم الأول لكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن المقاطعة تكمن لأسباب غير واضحة أسباب غير حقيقية بنيت على فبركة إعلامية وبالتالي الدوحة تريد أن تجلوس على طاولة الفورضات لتفهم أولا سيد ألتحاق لو سمحت لي مجرد الحديث عن تفهم للهواجس معناه الإقرار بأن هذه الهواجس مستردة إلى حقيقة لا بالعكس الدوحة الآن تتحدث مع دول الخليج حتى تمد جسر التقارب أكثر معهم بالتصريحات التي صدرت من الكويت التصريحات حتى التي صدرت من قطر سابقا تؤكد أن الدوحة مستعدة للجلوس مع الأخوة لكنها في كل الأحوال لن تقبل الرضوخ لن تقبل الانصياع ولن تقبل هذا الحصار الغير قانوني عليها وبالتالي الجلوس على طاولة المفاوضات في البيت الخليجي سألنا سؤال آخر شكل آخر ولو أطلنا على ضيوفنا الكرام سيد آل إسحاق ما هي الخطوات التي تستعد الدوحة لتقديمها كبادرة حسنية من أجل أن تتحول هذه المفاوضات إلى واقع إلى طاولة موجودة يجلس عليها الأطراف كلهم البادرة هي كما أشرت منذ اليوم الأول الدوحة تفتح دراعيها لكل الوساطات الخليجية التي يمكن أن تحل هذه الأزمة التي يمكن أن تصل بها إلى بر الأمان ومستعدة لنقاش كافة المواضيع التي تطرح على طاولة النقاش في البيت الخليجي تحديدا دكتور عبد الخالق هل اليوم هذا التصريح الذي نقله وزير الخارجية الكويتي بالنسبة لدول الخليج يشكل أرضية بداية ما لمفاوضات الحديث عن تفهم الهواجس؟ لا أعتقد ذلك لم يأتي الوزير خارجية الكويت بأي جديد من اللحظة الأولى الكل يقول أن هذه الأزمة يجب أن تحل خليجيا وثانيا أن هذه الأزمة يجب أن تحل دبلوماسيا وسياسيا وليست بأي سلوب آخر فليس جديد في هذا التصريح ولا أعلق عليه شخصيا أن أي أمال الأزمة مع قطر دخلت أسبوع الثاني وأتوقع في ظل ما سمعناه من تصريحات من وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين وأيضا وزير خارجية قطر محمد الثاني أن هذه الأزمة كما دخلت أسبوعها الأول ربما ستدخل شهرها الأول وربما أكثر من ذلك نحن حقيقة لم نجد أي اختراق من الجانب القطري المطلوب منه رقم واحد وقبل كل شيء تغيير سياسات 180 درجة ليس 179 درجة بس ألا يفترض بهذا الأمر دكتور عبدالخالق أن يكون هو نتيجة المفاوضات أن تبدأ المفاوضات من أجل أن تصلوا إلى نتيجة أو اتفاق يعني ينظم عمل هذه الدول مع بعضها البعض أو يعني يكون هو إطار لسياستها الخارجية لا أن يكون هناك إملاءات تنفذها قطر ثم يعني ما الداعي بعدها للمفاوضات لا توجد إملاءات وإنما توجد طلب خريجي ملح ولا حيادة فيه قطر يجب أن تلتزم بما وقعت في اتفاق الرياض ولم تنفذه خلال الثلاث سنوات الماضية وقد حان الوقت لكي تنفذه خاصة لجهة رعايتها لمنظمات إرهابية وأصبحت القائمة الآن واضحة 59 فردا و 12 كيانا هؤلاء جميعا ينبغي على القطر أن هذه القائمة أصبحت دوليا كما سمعنا من ترام خليجيا ملزمة لقطر وبدون ذلك لن يكون هناك حل وأي إفراج مهما اقتربت قطر من إيران أو ارتمت في حظن إردوغان هذا الشيء لن يفيد قطر يجب أن تعود البيت الخليجي السفينة الخليجية هي الموقع الخليجي لقطر وليس يرام أردوغان سيد النشوان لا شك أن محمد أمير الكويت صعبة هو يحاول أقصى جهده للتوصل إلى الاختراق على الأقل في هذا الباب المسدود الحديث ربما عن تفاهم الهواجس ماذا يعكس برأيك ما هو تفكير القيادة الكويتية الآن هل تضع وثيقة الرياض على الطاولة لتعيد التفاوض عليها ما هي الطريقة التي يمكن أن تدخل منها إلى هذه الأزمة لا شك أن هناك مشكلة في النفوس قبل أن تكون هناك مشكلة في النصوص هذا واقع بدليل أن حتى المتحاورين الآن سواء من قطر أو من الإمارات واحد يقول لن نرضق والثاني يقول عليكم أن تنفذ المطالب 180 درجة الأمور لا تقاس أو لا تحل بهذه الطريقة لا بالفرض ولا بفرض الوصاية لا بقبول الوصاية على هذه الدولة ولا بغيرها فبالتالي نعتقد وساطة الكويتية المتمثلة طبعا آسف يبدو أنه عندي صدف هناك تأخير قليلا في الصوت نحن نسمعك بوضوح المشكلة تكمن في أن هناك شكوك بأن دولة قطر ربما قد خرقت اتفاق الرياض الموقع في العام 2014 والذي أنهى أزمة سحب السفراء هذا يبدو لي أن هناك بعض الشكوك ولدينا حتى في الكويت ربما بعض الشكوك في أن قطر لم تنتزم في هذا الاتفاق الأخوان في السعودية وفي الإمارات وفي البحرين لديهم شكوك أخرى بأن هناك تمادي للدولة القطرية في دعم بعض المتطرفين وبعض الجماعات الإرهابية وغير ذلك هذه كلها تناقش في طاولة حوار والكويت تسعى جاهدة في محاولة أن تبذل قطر بادرة حس النواية من خلال تطبيق آلية اتفاق الرياض الموقع في العام 2014 بعد أن يتم تطبيق هذا الاتفاق من دولة قطر وهو واجب بلا حوار في البداية لأنه اتفاق واجب أن تنفذه قطر ثم ننتقل بعد ذلك إلى حوار مع الدول المتخاصمة قبل أن تقدم الدوحة بادرة حس النواية التي ذكرتها قبل شوي والذي بيّنها معالي وزير خارجي الكويت اليوم بأن قطر تتفهم المخاوف أو الشكوك أو الإشكاليات الخليجية هذه تدول بأن الدوحة ربما بدأت تستوعب بأنها عليها أن تبادر نوعا ما في محاولة تطبيق طبعا القطرين يقولوا نحن نفذنا اتفاق الرياض لكن ليس بما هو مقبول من المتخاصم معاها من الدول الثلاث فبالتالي نعتقد البادرة إذا خرجت من الدوحة بشكل ذكي وبشكل محترف فأنا أعتقد أن الأزمة سيكون فيها ستكون بادرة حال بس إذا سمحت لي ثانية فقط الجديد الذي لم يشهده الدكتور عبدالخالق هو أن أقنع القطريين بأن عليكم أن تبادروا هذه لم يقرأها الدكتور عبدالخالق ما بين السطور وهذه هي التي استطعنا أن أخرج بها من القطريين سيد الإسحاق قرأنا في الأيام الماضية أخبار تفيد بمغادرة بعض الشخصيات من حماس للدوحة إلى أماكن متعددة البعض تحدث عن ماليزيا والبعض تحدث عن عودتهم إلى لبنان ربما بشكل من الأشكال غادروا الدوحة تم إعطاء أسباب مختلفة أيضا لهذه المغادرة غير مرتبطة بالأزمة الخليجية لكن إلى أي مدى قد تكون هذه إحدى بوادر حسنيني أو الالتزام بوثيقة الرياض المقاعم 2014 والتي تنص على وجوب مغادرة أعضاء الإخوان المسلمين المقيمين في قطر من غير القطريين في مدة محددة من تاريخ توقيع الوثيقة في 2014 والذين عدد كبير منهم مازال موجود داخل الدوحة لحد هذه اللحظة كما ذكرت طبعا قضية حماس ومغادرة أعضاءها كانت من ضمن التنظيم الداخلي في حماس الذي نتجت عنه الانتخابات الأخيرة وأيضا بادرة حماس خلال الأيام الماضية بالتأكيد على أن مغادرة بعض أعضاءها يأتي كبادرة حسن نوايا لتعزيز اتفاق الخليجي وما قد يشكله وجودهم من حرج داخل الدوحة في كل الأحوال حماس حركت مقاومة والدوحة أكدت على ذلك وهي غير مصنفة إرهابية في دول الخليج التي تطالب برحيلهم الدوحة نفتت اتفاق رياض وكل ما يقال عن عدم تنفيذ الدوحة كما ذكر ضيفك الكريم قبل قليل هي شكوك لم تؤكدها الدول الخليجية المقاطعة ولم تجلس على طاولة الحوار لتأكيدها حتى القائمة التي أصدرتها دول الخليج قبل أيام يعني هي تذكرنا بقوائم المحاكمات في دول أخرى تشمل أشخاص فارق والحياة منذ سنوات تشمل أشخاص موجودين حتى في السعودية الآن وتشمل العديد من الأسماء التي يمكن فرزها ويمكن أن تكون مكان للتندر الحقيقة أن هذه الشروط التي تفرض على قطر بشكل متتالي غير واضح ليس فقط الدول المقاطعة لقطر تقول أنها خلفت وثيقة الرياض حتى الكويت وهي التي اليوم تلعب دور الوسيط النزيه الذي يقف على مسافة واحدة ربما تقول أن الكويت لديها شكوك في أن الدوحة لم تنفذ وثيقة الرياض التي هي وقعت عليها منها مثلا استخدام المنابر الإعلامية الممولة من الدوحة في مهاجمة دول الخليج أو انتهاج مثلا سياسة خارجية خارج إجماع دول مجلس التعاون هذه كلها في وثيقة الدوحة في وثيقة الرياض من حق للجميع أن يقول رأيه فكرة أن لديهم شكوك هو رأي وليس حقيقة وبالتالي شيء غير مؤكد وشيء غير منطقي وغير واقعي وسائل الإعلام التي تحدثت عنها أعتقد أن من أخطر ما يحدث حاليا في هذه الأزمة الخليجية والتي لم تحدث أبدا في أي خلاف خليجي سابق هو الزج بالإعلام الممول من الدول الثلاث بالنزول إلى مستوى من الإسفاف ضد قطر ضد قيادتها وإدخال الشعب الخليجي في بادرة هي الأولى في كل خلافات الخليجية سابقة الزج الشعب الخليجي من خلال الإعلام في هذا الخلاف لم تمر فيها فقط دول الخليج إنما في كل الأزمة مر فيها أي بلد عربي استخدم الإعلام القطري ليتهجم ربما على رؤساء أو على زعماء بغض النظر تفقت أو اختلفت معهم الإعلام القطري طبعا بين قوسين المنتقدين لذلك يقصدون قناة الجزيرة وهي قناة مستقلة وأكدت الدوحة على ذلك مرار متكرارا وغضب العرب كثيرا منها وثم عادوا إليها وتم استضافتهم على الشاشة وتم ترحيب بها ثم قاطعوه وتثال ذلك كثيرا هم يتعاملون مع قناة الجزيرة كيفما شاءت الظروف والتغطية الجزيرة ليست فقط هي قناة قطرية قناة عربية وبينما هناك أيضا قنوات كثيرة عربية ومواقع تبث من خارج دول الخليج اليوم تؤجج هذا الخلاف وتثير الشعوب الخليج وتزيد من الفتنة وهو ربما كما ذكرت أنه يحدث للمرة الأولى حدثت حتى وصلت في خلافات سابقة بين دول الخليج وصلت إلى مرحلة قلب نظام الحكم في دولة أخرى كما شهدنا في عمان مثلا لكنها لم تصل إلى مرحلة الزج بالشعوب من خلال الإعلام في خلافات البيت السياسي دائما دعني أخذ ربما على هذه المقطة تحديدا من دكتور عبدالخالق عبدالله أن سمحت يعني الرد على ذلك أن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تجاه معاناة الشعب القطري أخوانا وأشقائنا وأهلنا في قطر المسؤولية تقع على عاتق قيادة قطر وليس على عاتق ثلاثة العواصم الخليجية إضافة إلى مصر التي قررت مقاطعة قطر وعزل قطر الثمن الذي يدفعه اليوم من أستاذ عبدالعزيز والشعب القطري 300 ألف قطري والمقيمين هناك تحاسب عليها الحكومة القطرية والقيادة القطرية التي يعني عبر سياساتها وعبر ممارساتها خلال أربع سنوات وقبل ذلك القول أستاذ عبدالعزيز أن الجزيرة يعني قناة سياسية مستقلة من يعرف ألف باء الجزيرة وأنا من الذين تعاملتم مع الجزيرة أعرف كم أن هذه أداء لقطر كم أن هذه أداء لسياسة قطر كم أنها تدار من وزير الخارجية القطري فليس معقولا تجي وتقولي أن الجزيرة قناة عربية مستقلة بل هي أداء من أدوات قطر وهي التي تديرها حسب ما تشاء أعتقد يعني للإنصاف وللحق يعني قطر لا يمكن أن تكون بعيدا عن البيت الخليجي مجلس التعاون لا يكتمل بدون قطر ولا نرضى بما يجيوها بس أيضا دكتور عبدالخالق لم نرى أن الأزمة تطورت لدرجة مثلا طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي يعني هناك خطوط وكأنه خطوط حمر ما تزال قائمة لا تطرد قطر من مجلس الخليجي مجلس التعاون الخليجي يضم الدول الستة منذ بدأة إلى اليوم وإلى أن يرتقي إلى الاتحاد الخليجي فليس هناك مدالة لطرد قطر ولا نتمنى من قطر أن يأخذ قرار سحبا لماذا يحتاج مجلس التعاون الخليجي أن يكون ذي سياسة خارجية موحدة يعني مثلا هذه دول الاتحاد الأوروبي دعا نقول تختلف فيما بينها تتخاصم فيما بينها كل دولة لها سياسة خارجية مختلفة عن الدولة الأخرى هو ليس وحدة سياسية إنما وحدة اقتصادية بشكل من الأشكال في أحسن حدوده لماذا دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج أن تكون وحدة سياسية صحيح كل الدول الخليجية لديها استقلالية شبهة تامة استقلالية نسبية أمان لها استقلالية الإمارات قطر لها استقلالية لا أحد يجادل في استقلالية السياسة الخارجية والداخلية لكل دولة خليجية لكن أيضا منذ 36 سنة ارتضينا الحد الأدنى من التنسيق الحد الأدنى من التعاون الحد الأدنى من الجميع في كل مجالاتنا وهناك فائدة عظمى وضخمة لمثل هذا تماما دكتور عبد الخالق هذا الحد الأدنى لماذا لا يسري على قطر هناك دول خليجية لها علاقات مع إيران ولها تعاملات مادية كبرى مع إيران عبر مصاريفها السعودية نفسها في بداية عهد الملك سلمان يقيل أنها كانت أقرب إلى الإخوان المسلمين من عهد الملك الراحل عبد الله وبالتالي بالنسبة لما تأخذه الدول الخليجية على قطر هناك دول خليجية تفعله وتمارسه ولا يدان بنفس الطريقة التي تدان بها قطر لا توجد دولة خليجية تقول أن هذه مجموعة إرهابية من دولة خليجية أخرى والدولة الخليجية الأخرى لا تصدق شقيقتها بل تقوم بتمويل ودعم واستضافة هذه المجموعات الإرهابية ما لا تقوله دول الخليج حتى الآن هو إلى أي مدى هذه الأزمة عميقة بمعنى أن لم تقولوا للناس حتى الآن دكتور عبد الخالق إن كانت هذه المجموعة التي أعلنت متورطة بزعزعة أمن دول الخليج نفسها أم لا هل هناك شيء يتعلق بالأمن القومي الخليجي أم أنه هي مسألة سياسة خارجية فقط وهنا لأن التفريق بين الأمرين سيسهل علينا فكرة المفاوضات أو المصالحة أو غيرها الأمور واضحة هناك أولا منابرة مدعومة ممولة من قبل قطر بالعشرات وما في داعي لذكر أسماعها تحرضوا ضد دول الخليج فهذا هذه ليست سياسة مستقلة هذا تحريض ضد البحرين ضد استقرار البحرين ضد أمن الإمارات ضد أمن السعودية يا قطر لا يجوز هذا الشيء هناك جماعات مصنفة إرهابية وتقوم بأعمال شنيعة ضد دولنا وتحرض ملايين من البشر يا قطر لا يمكن الارتهان إلى الأخوان وعليك التزامات دول الخليج وليس أكثر من ذلك لا يجادل أحد على استقرار وسيادة قطر على العين والرأس تلك السيادة لكن أيضا لا ترضي قطر أنك أنت تؤذي البحرين على بعد مئة كيلو متر أو أمن الإمارات وأمن السعودية بتمويل هذه الجماعة حتى لا يدهمنا الأخواني أن أسأل السيد النشوان أيضا الكويت وهي تلعب هذا الدور ألا تخشى أيضا على استقلالية قرارها الخارجي أيضا الكويت لديها ربما علاقات مع إيران لديها سياسة داخلية معينة في التعامل مع الإسلام السياسي مختلفة عن بعض دول الخليج الأخرى وبالتالي ألا تخشى أيضا على استقلال قرارها السياسي عندما تنظر إلى عمق هذه الأزمة لا أحد يتحدث عن اندماج في السياسات الخارجية بين دول مجلس التعاون نحن نتنوع في سياساتنا الخارجية بشاطة أن يكون هذا التنوع بقصد التكامل لا بقصد المواجهة لا بقصد التحريض لا بقصد دعم جماعات راديكالية أو إسلامية تضرف في البحرين وتضرف في الشرقية وتهدد أمن دولة مصر أو تعزز بعض ضرب النظم في المنطقة العربية لا ندعم ذلك صحيح أن الكويت لديها بعض السياسات الخارجية المختلفة مثلا على المملكة العربية السعودية وهذا مقبول بالمناسبة حتى من السعودية نفسهم بالدليل أنهم هناك بعض الأمور التي احتاجوا لنا فيها بأن نساعدهم فيها وقد قمنا في ذلك في أمور كثيرة مثلا في العلاقات مع عراق ترطيب الأجواء وغير ذلك وقد قمنا في ذلك سابقا وبالتالي لا حتى البحرين لديها أيضا سياسات مختلفة عن الإمارات الإمارات لديها مختلفة عن عمان وهكذا لكن الإشكالية أن تتقاطع هذه السياسات وتتضارف ما بينها هنا تأتي الإشكالية يعني أنا إذا سمحت لي أنا ليست خائفا من التنسيق ما بين السياسات الخارجية أنا خائف أن تأخذ دولة يعني إشكالية كبيرة في تبني بعض الجماعات الراديكالية وتؤثر علينا إحنا في دولنا وفي أمننا وفي استقرارنا وأن نحن دول صغيرة لسنا اتحاد الأوروبي أستاذ قبل شوي ضربتي وصف بعيد عن دول مجلس التعاون نحن دول صغيرة لديها ثروات نفطية كثيرة هذا الواقع نحن لا نستطيع أن نضع أنفسنا ما بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهذه الدول المتقدمة القوية التي لديها بنيان وتعتبر من أقوى دول العالم بشكل عام وبالتالي نحن دول صغيرة نحتاج هذه الدول أصلا لكي تساندنا في بعض هذا الإقليم الملتهب المضطرب الأمر الثاني لا شك أريد أن أبينه السؤال ذكرتي حضرتك عن موضوع المآسي التي يعيش الشعب القطري أو السكان قطر لا شك أنها مآسي لا يقبل فيها أحد لكن أنا يعني إذا سمح لي زميلي من قطر أريد أن أضم صوتي إلى صوت الدكتور عبد الخالق السبب الرئيسي أنا أعتقد بأن القيادة القطرية لم تستجيب إلى قرار اتفاقية الرياض عام 2014 وهنا أنا أتحدث عن نفسي ولا أتحدث عن دولة الكويت إنما بصفتي ككويت وكباحث في العلاقات الدولية أنا أعتقد كقارئ أن قطر عليها الآن أن تبادر لحل هذه الأزمة والسعوديين من الواضح أن هناك ليونة نوعا ما بعد ما صدر البيان البارحة أنا أعتقد بكرة قد يكون هناك في تغير في السماح للقطريين والسعوديين أن يدخلوا يعني رفع الحضر الجوي والكذا فبالتالي هناك ليونة وهناك في بعض المساء في قضية بس إشكالية سريعة سريعا جدا الأمور ستحل نعم الأمور ستحل لكن نريدها أن تحل مرة واحدة وبدون رجعة وليس هناك وصاية على دولة قطر دولة قطر والشيخ تميم هم على رؤوسنا ونحن نحبهم وقد قدمنا لهم الغالي والنفيس وسنقدم ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا لكن عليهم أيضا يبادروا حتى يستطيعون أو علاقة ليعاونوا دولة الكويت في حل هذه الأزمة داخل البيت الخليجي شكرا جزيلا لك دكتور فايز النشوان أستاذ القانون الدولي من الكويت أشكر من دبي أستاذ العلم السياسية دكتور عبدالخالق عبدالله وأشكر من الدوحة الأعلامي القطري عبدالعزيز الإسحق العالم هذا المساء متواصل معكم وفيه بعض الفاصل مخاوف من تأثر إمدادات الغاز القطري